صيف ساخن زاد أجواء الحديدة اشتعالاً وعلى امتداد أحياء المدينة ثم تزدياد في وجع السكان في ظل ارتفاع درجة الحرارة هذا العام بشكل كبير ما يسهم في ارتفاع معدلات الرطوبة والتي حولت حياة المواطنين إلى جحيم حتى بات من يمر بهذه اللحظات يعتقد أنه مقيم في فرن أملاً في القليل من الضل والهواء يحاول هؤلاء مقاومة ما يمكن من ترد الخدمات العامة وخصوصاً غياب الكهرباء إذ صارت مصدراً للثراء لنافذ سلطة الأمر الواقع ليبقى المواطن مهدداً بالموت والشقاء لم يقتصر الأمر على المشاكل الصحية والنفسية للسكان جراء ارتفاع درجة الحرارة لكن الأمر تعد إلى ارتفاع مخيف في أسعار الثلج جراء الإقبال الشديد على شراعه للتخفيف من وطأة الطقس الحار بعد أن صار الحصول عليه أمراً صعب المنام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر